البدايات دائما ما تكون غير واضحة لكنها ترسم ويحدث أن ترسم بمهارة أدق مما تصورنا لها كذلك كانت فكرتنا في البداية بسيطة بساطة الأمل وكم كانت طويلة الأمسيات التي جلسنا إلى مرارتها نتجادب أطراف العديد فكانت الأفكار الواثبة تقفز أمامنا بين الفينة والأخرى وتعززها تجربتنا التي لم تكن من بسيطة عندها فتزندنا رضاقتنا وننكبر جاهدين عن الأمل جمعنا كتيبات في المواد المختلفة وحاولنا تدعيمها بما شعرنا أن نتلميذنا بالفعل في الحاجة الغلي لتصحيح نقط ضعف دعمنا عملنا بدروس وصورة عن الميت في جميع المواد دروس وزمانين وانتحانات وها نحن اليوم قد توفقنا في بناي أساس مادي أيضا لأفكار هذا الأساس هو مركزنا مركزنا العلم للجميع وكذلك خطة له أن يكون بالفعل بوابة وجسر طواصل لأطفالكم أمناعين نحو عالم الأولواء دون شرط أو خير ترجمة نانسي قنقر